بيانات رسمية الجمعات تباطؤ النمو في منطقة اليورو بفعل الحرب في أوكرانكيا حيث ارتفع النتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في ربع الأول من عام 2022 بعد زيادة 0.3% في ربع الأخير من عام 2021 وفي عموم الاتحاد الأوروبي نمى إجمالي نتج المحلي 0.4% في ربع الأول من 2022 وقالنا تنبيل 0.5% في ربع الرابع من العام الماضي و5.2% في ربع الأول من نفس العام